يروي ابن حباً في الصحيح عن أبي عثمان النهدي أن صهيب أن صهيباً لما أراد الهجرة حبسه المشركون أهل القريش وقام وجئتنا صعلوكاً لا مال لك فكثر مالك عندنا وتريد أن تخرج الآن بنفسك ومالك والله لا يكون ذلك فيقول لهم أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم قالوا اشهدوا أني قد جعلته لكم العجب هنا يا شيخ مشاري شيئان أحدهما أعجبوا من الآخر الشيء الأول أنه يترك لهم كد دهر هذا لن يترك لهم ما ربحه في يومه أو ما ربحه في شهري هذا يترك لهم ما ربحه في عموره الذي أقامه بين ظهرانهم سيخرج بنفسه فقط ما عنده شيء وسيقبل على بلدة ليس له فيها شيء ولكنهم على ذلك لا يتردد هاكو وهذا عجيب جدا وأنا لا أدري هل تعرف أنت من الأشخاص من إذا خير بين دينه وجملة دنياه ما يملك منها يقول لا أنا أحافظ على الدين ولكن يخذ الدنيا كلها لا يبقي لنفسه ما يقوت به نفسه وما يقوت به عياله هذه العجبة الأولى والأعجب منها يا شيخ مشاري هو المبادرة إلى هذا الجواب من غير تردد ولا تلكء ولا تفكير ثقة ويقين هذا عجيب جدا جدا كثرة ما لك عندنا أو تريد أن تخرج ما في نجعل لكم نصف مالي مماكسة نصف مالي ما رأيكم في كذا طيبا نخلي لكم ويماكس لا لا مباشرة هذه هذه العجيبة جدا هذه 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 إن جعلت لكم جعلته لكم ويمشي يمشي لكنها صفقة رابحة يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه رابح البيع رابح البيع رابح البيع